أستاذ هلال يا عيو أنا منظور شكري لواء سابق في وزارة الداخلية أمر الحيانة كنت عند الأستاذ دراز دلوقتي وقال لي أنك مدير التحرير وأن نوها بنتي بتشغل مع حضرتك نوها منظور قادم وسارم فضل شكرا كيف فضل الحيانة ودراز أصحاب من زمان نوها بنتي أول ما تخرجت من الجامعة كلمت لها رؤساء تحرير كتير عشان يشغلوها لكن للأسف كانت مجرد تعرف أن أنا موصع عليها تروح سايب الشغل أه تكلمت لها دراز عشان ياخد باله منها وما بينش أنك أنت موصع عليها بالضبط كده يا فنم وأرجو أن ده يبقى سر بيننا طبعا حالك مقدر خوفي عليها قد إيه أنا مقدر طبعا إيه المطلوب مني أدخل أستاذ هلال أنا كنت جايبها لحضرتك بابا تاني نوها أفهمين أنا كنت جاي عشان تطمن على الطفلة نوها ما فيش لا على الكلام ده والدك وخاف عليك إزاي أي أب أنا مش صغيرة أستاذ هلال عشان نحتاجه يرأيبني في كل حتة روحها لو حارتك جاي عشان توصي علي فشكرا ما كانش له لزوم تتعب نفسك نوها أفهمين أنا غلطان بس أنا عايزك تبقى مرتاحة وهي فين الراحة دي أنا مش عايزة منك توصية في أي حاجة في حياتي ما ينمكش أنا هتكلم معا ممكن أعود ولا هتتعصبي علينا كمان العافية يا أستاذ أنا ما قدرش تفضل أنا في قضية بحقق فيها وعايزك تساعديني بجد بجد يا أستاذ يا ريت طبعا أنا عايزة على طرفات المتهم دي كلها أثناء التحية معا حاضر هعمل سرش عن نت حالا وأحارف كل حاجة لا سرش إيه سرش إيه كده هتتعب نفسك على الفاضل الحاجات دي أصلا ما اتنشرتش طبعا أنا هوصل لها إزاي؟ الصحف الشاطر هو اللي يقدر يوصل لمصدر المعلومات اللي تفيدوا في التعقيد أيوة بس أنا ما عرفش حد بخصوص القضية دي لا تعرف اللي هو منظور شكري آه هو جاي بقى النهاردة عشان كده أنا أسف يا أستاذ مش حاضر أساعدك طيب أنا أسف كنت فاكرة بتحب شغلك استنى يا أستاذ ما تزعلش مني بابا دايما بيتدخل في كل حاجة في حياتي وبيساعدني في كل حاجة بعلاقاته ودي المرة الوحيدة اللي بدأت تختار فيها برغبتي أنا هو دلوقتي بنسبالك مصدر مش باباكي هتتعامل معاك مصدر ولا إنه باباكي مصدر خل صارة كنت عجل تتعامل معاك إنه باباكي سكر ما كانوش كم يوم اللي هتأجلوا دولة صامرين أو على الأقل نستغل اليومين دول في إن الشقة تكون نتفنشت ونتجوز بعديها على طول ومي ناصن قالك إنه أنا مستعجلة على الفرح انتي لا على فكرة براحتك يا أمي لا خالص يا أبو صابرين يا أبنتك مش عايزة تفرح ولا إيه؟ نا يا حبيبي والله أنا نفسي بس هي اللي مصير تتجوزك إيه يا أماما أنا قصدي حبيبي يعني إن إنت على طول مشغول مشغول يعني هتشوفك إمت وتفرح إمت وتتجوزه إمت ما تحدرنا حضرتك يا أخي الراجل اللي اسمه هلال كامل ده بسم الله ما شاء الله بيقول كلام ضرر عين العقل لازم تقراله يا رقوف لازم أنا متابع مقالاته بقالي فترة طويلة لدرجة إن أنا بقيت أشتري جورنال نبض الشعب ده مخصوص علشان أشوفه كاتب إيه خد إيه يا رقوف وتمخمخ وحاجة بقى تخليك تصبر على الهم والغم اللي انت داخل عليه يا بابا إيه هو الجواز بقى أهم سمع ستو كل سمي يا حبيبتي اتباح با هو إحنا برضو مش لينا قوضة للمنا يا رقوف اقتلوا زباطه أنا بقول لكم على الهواء اقتلوا زباطه أنا عايز أقول لكل زوجة زابط جوزك هيتقتل النهاردة لأ بكرة آه بعد بكرة هيتقتل جوزك هيتقتل هيتقتل أنا عايز أقول لكم بس إنه تحرك النهاردة تحرك إيجابي بجد اقطعوا عليه كل حاجة كاد منه اقتلوا زباطه شر روز بالله من كلامك اللي زي السم دعا إله إل الله أنا مش فاهم مش فاهم الناس دي عاوزة مننا إيه؟ ما ي Rach tubeنا بالحالة بقى ده ايه العرف ده؟ بيحاولوا يعني يخوفوا الزباط مش عارفين إننا إحنا بندحك لما اسمع كلام دي ما انت بتضحك؟ اده 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 عالة تعالة هوا بنسب عندنا ولا اقول الشارع منوّر ليه يا راجل الراجل اللي انت قطيلي عليها ما لهوش حاجة ازاي؟ ده زمالينا كلهم بيشتكوا منه انا اللي بيقولك بقى نظيف ولا ليه دعوة بأي حاجة خالص موسيقى ادخل اتفضل اهلو طبعتهم لك وبالالوان كمان عند الجمايل بقى واحد اتنين ثلاثة كويس شاكرين محتاج حاجة تاني؟ يلا ادت عال صاحبني؟ انا طول اهلو على الفاكرة انا كان ممكن ارد على والدتك في اللي عملته معايا بس انا اجلت ردي من اجاحك في السنوية وهي مستنية تشوف نتيجة اعادك معايا مهما مش معقول كمان يا زيزو طوال ثلاث سنين يا حاضر موسيقى 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 تيه زين قاله النزمينه في الميناء السينغين هو اللي مضى على موافقة الدخول وانهم حيخيوه هو كبش الفضل القضي موسيقى موسيقى وهي دي يا حبيبتي كل المعلومات اللي انت طلبت لها مرسي يا بابا مرسي قوي الله انا لو عارف ان المكافأة هتبقى بالحلاوة دي كنت قلتلك ارجوكي اطلبي معلومات لأربعة وعشرين ساعة بحالة ايو يا حبيبتي عايزة تشوف دايما اللي بتساوي الحلوة دي على وشك وحد يكره يا بابا مبسوط انت عارف يا بابا غصب عني انا عارف انا السبب يا حبيبتي في كل اللي حصل ايه دا احنا هنقلب هناك هتبقى ولا ايه وبعد نخلي بالك انت لغاية دلوقتي تسا بالنسبة لي مصدر مصدر بس بس احلى مصدر في الدنيا الله يا حلاوة كلامك يا حبيبتي يلا بقى ما تعطلنيش خلينا ادخل اشوف شغل بضلي حضرتك بالسلامة يا حبيبتي بالسلامة الحقيقة يا هلال يا اخوة انا مش عارف اشكرك على موقفك اللي عملته مع بنت دا زهي بنت ما حديدش معا القاعدة دي من سنين انت قمتلع يا راجل انت انا قولي اللي قلتها لا تنسى انك انت ابوها ودتعمل معاك كمصدر مصدر مصدر مادام جابت نتيجة دا دا المهم المهم انا عايز اخدمك خدمة على اللي عملت اولي المسجون اللي اسمه سعيد غنام اللي نوع سألتك عنه انا عايز تصريح عشان ازوره في سجن برج العرب ايش معنى بالذات المسجون دا اه اصلي في قضية كده بحقق فيها اموما انا هكلم لك مأمور السجن تقابله بصفة ودية يعني ما انتش محتاج تصريح ولا حاجة عايز تقابله امتى بكرا الصبح موسيقى